رجعنا لكم ومعنا السيدة مبراهيم اتفضلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ابنك ده سنه كم سنة اربعتاشر خمستاشر قديه لا لا ستة وعشرين ستة وعشرين كويس قوي راجل يعني ما شاء الله بس هو طالب 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 بس متأخر في الدراسة كده اه با هو بيدرس ويشتغل برضو بس زلوه المدية وحشة جدا طي وانا جوز الحالي معي بيبقى مواتي ان انا اتدي له كل حاجة طي يعني بس انا دلوقتي اللي ما بصدق بخاف ان انا اتدي له هخاف ان انا اتدي له دلوقتي لا لا ينفع ان انا اتصدق عليه ليه يا باب لا بالعكس انا سألت قبل كده قالوا لي الاولاد ما ينفعش ان انت تصدق عليهم لا الاب ولا الام ربنا 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 يهدي الحال اسمعيني بقى يا مبراهيم عشان انت كده دخلت كل السلوك في بعضها الحلقة بتاعتنا بتقولك اهتم بعيالك يعني اديهم وحاولوا تنفق عليهم اللي انت بتقوليه ده حاجة تانية تالتة خالص يعني حاجة ما لاش دعو بالحلقة وحاجة ما لاش دعو بالصدقة حاجة اسمها الزكاة الزكاة بتقول ايه بقى الزكاة بتقول ان انا ما ينفعش ادي من الزكاة مش ان انا ما ينفعش ادي لولادي تاني الزكاة بتقول ما ينفعش ادي الزكاة لأولادي مهما نزله يعني ابني وابن ابني او ولغاية بقى ان ما نوصل للاخر او الاصول بتاعتي ابويا وابو ابويا لغاية فوق اللي هو جد يعني ما ينفعش أدلهم الزكاة لكن مين قال ده أنا صدقتي على أولادي الفلوس اللي بديها لأولادي ليها ثوابين ثواب الصدقة وثواب القرابة فمين قالك أن أنت بتديش لأولادك أنا خاف يا أمو برايم نكون عندنا شوية وسواس شيني من عندك الوسواس ودي لأولادك انفقي لأولادك وسعديهم عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك المسألة مسألة الزكاة ملاش دعو بالزكاة المسألة احنا ما نتكلمش عن الزكاة بالعكس أنت تنفقي على أولادك تراما محتاجين ومداما أنت قادرة تساعدين طيب معنا الأستاذ صبح من اسكندرية أهلا السلام عليكم اتفضل يا أستاذ صبح الحمد لله بخير الله يكرمكم ربنا جزيك خير يا شيخ يا ربنا إن شاء الله الله آمين يا ربنا وأنت بقول لحضراتك لأسمحت زوجتي كانت رمضاني دفاع الدلاء اللي قبليه كانت عملت عملية وقد استأصالت الرحم كانت بتغيب كماوي لمدة تقريبا 6 شهور الحمد لله على سلامة أهم حاجة الموال ما صامتش كان أثناء شهر رمضان نفسه ما صامتش رمضان وما صامتش بعده رمضان ورمضان الثاني جي عليها صامته بهالرمضان الأولاني ده هتطلع عليه فدية ولا تصوم هو الدكتور دلوقتي واضح إن هي بدل تصامت رمضان السنة دي بقى الدكتور ما منعاش من الصيام بدل ما منعاش من الصيام تصوم رمضان ده رمضان اللي فات ده يوم ويوم تصوم يومين في الأسبوع يعني تصوم اتنين وخميس وإن شاء الله ربنا يا صلى الله وتخلص رمضان وتخلص صيام رمضان قبل ما يجي رمضان اللي جاي وما علياش فدي تصوم بس تقضي بس أستاذ محمود معنا تفضل أي أستاذ محمود السلام عليكم أهل ومسانا تفضل أي أستاذ محمود ذكا مولانا بخير الحمد لله بنشكر حضرتك والمقيمين على البرناج والقناة كلها ربنا يحفظك يا رب ويزيدك نور وبرك عايزين ندجج على حكاية الطلاق الطلجة الأولى والطلجة الثانية للزوجة ما تخرجش من البيت أنا شايف الأئمة مقصرين في حكاية في المسألة دهاية اللي هي مسألة إيه؟ عشان نعرف نقول عن الناس مسألة إن ستات مسألة إن ستات ما تخرجش من البيت يعني؟ عايوة في أول طلجة وتاني طلجة بدليل إن هو اللي هي تخرجش من البيت يعني إنت أصدق استنى بس عشان أوضح للناس سؤالك يعني هو الراجل لو قال لها عليها الطلاق ما تخرج من البيت ما تخرجش من البيت صح؟ نفس عليها هيقول عليها الطلاق لا تمشي من البيت طب وإحنا أصلا نكلم الستات ليه يا شيخ حج محمول؟ نا نكلم الستات اسمعني والله لو سمعتني لقلبك يطيب اسمعني بس صل على النبي طب ما نكلم الرجالة يبطلوا طلاق طب الرجال كلنا كلنا هو أنت أسألك سؤال أسألك سؤال أنت ليك حد من صحابك بلسانه فالد في الطلاق؟ أنا سألي بس طلاق طب خلاص أنا بنصحك لله عشان اسمعني بس حاج محمول أنا بنصحك لله عشان ما تقعش في الظلم والظلم والظلمات يوم القيامة امسك لسانك عارف سيدنا أبو بكر سيدنا أبو بكر ده كان بيتكلم الكلام يتعد كده كان واخد من حضرة النبي كان واخد نور من نور حضرة النبي كده كان سيدنا أبو بكر ده الكلام بتاعه يتعد فكان يمسك لسانه كده يقول ليس هناك شيء أحوج إلى طولي حبس من هذا ده عايزي تحبس لساني ده فعشان كده بقولك إيه احبس لسانك وبالها طلق مش بالها الستات تخرج لا بالها أن الرجالة يطلقوا هو دات الصح هو دات الأمار نبي حضرة النبي لأن حضرة النبي وصى مين بمين وصى الرجالة بالستات وقرى استوصب النساء خير مش كده حاج محمود فأنا بنصح حضرتك وبنصح كل المشاهدين بلاها طلق الله يستركم بلاها طلق البيوت مش مستحملة مستاذ محمد اتفضل مستاذ محمد من غربية اتفضل مساء الخير مساء الخير الشيخ مساء النور والبركة حضرتك ممكن أسألك بس على حلم كده حضرتك ولا يعني احنا مش بنحبس فكرة الأحلام دي بس اقول لي عشان انت شكلك يعني مأثر عليك قوي اختصره في كلمتين ثلاثة اه حضرتك حضرتك انا كنت داخل مرحلة يعني خطب وكده يعني انت كنت هتخطب يعني اه حضرتك اه طيب بعدين الحلم قالك ما تخطبش لا حلم اللي انا شفت ابن اختي في الحلم اه واللي انا كنت خطبها برضو كانت شافت برضو كايه الحلم ده طيب بص يا سيد ربنا موفقش يعني بعد كده بص يا سيد عشان بس المسألة لا ابن اختك عنده يتشاهم به ولا المسألة مشيت هي المسألة بس مشيت بس المسألة ما كملتش بس عشان احنا محتاجين نتزن قبل ما نتجوز دايما نقول لهم كده في دورات المقبلين على الزواج اللي احنا بنعملها في دار الافتاعة المسألية بقول لهم ايه قاعدة مهمة جدا الاتزان قبل الوزن اوعوا تجوزوا العيال عشان ايه عشان يتزنوا ويستقروا لا ايه العيال يستقروا الاول وبعدين يتجوزوا البيت او البيوت دي مش لعبة الاتزان قبل الوزن تتزن قبل ما تتجوز فانتوا محتاجين تهدوا انتوا الاتنين شوية لان اذا كانت الاحلام بتأثر في قراراتكم الزوجية ده مش حاجة مش كويسة خارس احنا بناخدش قراراتنا من الاحلام ولا من الرؤى خالص اللي كانوا بيعملوا كده الانباء لانهم ده بيوحى اليهم احنا مبيوحاش اليدينا فاحنا نعمل ايه ما بناخدش قراراتنا من الاحلام والمنامات ولا بنتخذ قرارات لا بجواز ولا بطلق من المنام فانا بس رسالة للسيد محمد انه هو يعمل كده واجماع بطلوا الحكاية دي الحكاية دي بتدل على ضعف في الشخصية وفي بعض الاحيين بتدل على عدم توفيق الواجل الموفق انه هو ياخد قراره بناء على اوامر ربنا سبحانه وتعالى وهدي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم انه يتجنب الظلم وانه هو يأخذ بالاسباب وانه هو يتقل الله سبحانه وتعالى في الناس السيدة محمد تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زي حدثك يا شيخ الحمد لله بخير طيب بشي فيه هو سؤال بس شوفي ايه رأي الجين في الزوجة اللي بيكون حامل وبتجري بنفسها لمجرد ان هي عرفت ان الزوجة هو مريض ومحبوب يعني في المجرد انه هو مريض وتعبان وابتدى يغسل كده اول ما عرفت كده اجهرت نفسها لدرجة انه هو معرف يعني بكى كان في الشهر الكام ده لا انا مش عارف في السراحة لا ازاي الكلام ده ده المسألة دي مهمة اوي بس هو عارفة ليه عارفة ليه حجم احمد عارفة ليه حجم احمد لان بعد ما انت هتسمعيني هتروح واخد الفيديو ده اللي انت هتسمعيني فيه دلوقتي وتقول لها شوفت الشيخ بيقول عليك ان انت حرام عليك وانت الاجهات ده كان حرام معرفش ايه وازايك في مسألة الاجهات احنا بنعمل لها لجنة نعمل لها لجنة ليه عشان نشوف التقارير الطبية وعشان نشوف المسائل كلها لان المسألة ما هيش كده والحكم قبل الاربعة اشهر غير الحكم بعد الاربعة اشهر وذلك نصحتي ان خلي السيدة اللي هي عملت الكلام ده تتصل وانت لو عايزة تتصل معاه نعم ايا كل الحكاية بس ان انا بقول ببساطة خالص ان مسألة الاجهات دي مسألة محتاجة تفاصيل وانا بنصحكم ان انتوا تجنة على دار الافتاة المصرية وحتى هي لو خايفة على زوجها انه يجرروا حاجة ان شاء الله سبحانه وتعالى ربنا يحفظه اشتركوا في القناة